مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل نوع من الشربة بالفاصولية البيضة و مجموعة من الخضروات. تعالوا نشوف المعادير دي نوع من الفاصولية البيضة اسمها كانليني دي انا صفتها و شطفتها كويس قوي عبارة عن علبة هي تقريبا 400 ميليليتر اسمها كانليني بينز هي نوع من انواع الفاصولية البيضة طبعا ممكن استخدامها من الفاصولية البيضة وهستعمل نوع من الماكرونا دي اسمها ماكرونا روتيني ممكن هنا استعمل اي نوع من الماكرونات اللي هي صغيرة دولة 75 جران اتنين فاص طوم كبار حوالي عشر حبات شري تماتو تماطم الصغيرة قوي معلقتين كبار زيت زاتون ممكن طبعا زيت الكانولا او زيت الدورة بس في الشربة دي يفضل زيت الزاتون لتر شربة دي شربة خضار ممكن شربة لحمة او فراخ او لو ما عندناش متوفر ممكن قلبين مرأة اغليهم في لتر مية كرات تقريبا 40 جرام نوع كرات ده اللي هو شبيه بالكرات بتاعنا المصري واسمه التشينيز ليك بيبا حزمة كبيرة كده بتتباع بالوزن برضو هنلاقيها في المحلات الصينية فاصوليا خضرة دول 100 جرام حوالي اربع بصلات صغيرين خالص يفضل البصل الصغير لو ما فيش الصغير ده ممكن بصلة متوسطة اغطاها اربع قطع واحدة خرشوف اورشاليمي دولة 75 جرام ده متوفر عندنا في السوبر ماركت لو النوع ده من الخرشوف مش متوفر ممكن استبدله بالخرشوف العادي هيبا واحدة كبيرة بالنسبة للتوابل معلقة صغيرة زعتر نص معلقة صغيرة ريحان ونص معلقة صغيرة فلفل اسود وملح حسب الرقل تعالي نشوف الطريقة هبتدي الاول اقطع الخضر بالنسبة للكرات هقطعوا قطع كده كبيرة بالمقاس ده البصل هسيبه زي ما هو بالنسبة للفاصوليا هقطعها قطع بالورب كده بالشكل ده اه والخرشوف انا قشرتها هقطعها اه قطع صغيرة اه بالمقاس ده كده والتوم اطحنه اه بالمقاس ده كده اه هبتدي الاول اشوح الخضر وفي نفس الوقت هولع النار على الشربة تسخل اه هحط معلقتين كبار زيت زيت زيتان اه وعلا طول احط الكرات اه اه وحط معاقه التوم اه اه وهي ده النار اشوحه الموده ديها واحده بس لحد ما احس ان التوم تغير لونه هو كده كفاية. احط في نفس الوقت الخرشوف والفاصولية. بعد ما حطيت الخرشوف والفاصولية اعاني النار شوية واشوحهم لمدة دقتين. بعد دقتين اصبوهم على الشربة. اغطي عليها. بعد كده احط معلقة زيت كمان. واحط البصل زي ما هو. واعلي النار. احاول احمره لحد ما يتحمر من حوالين كده. هي كده كفاية. هحطها على طول على الشربة. بعد كده اول ما الشربة تغلي. هحط التوابل كلها. والفاصولية. اه في الوقت ده اشوف الملح. اه اول ما تغلي على طول اهدي النار. واسبها لمدة خمس دقيق لحد ما البصل يستوي. وابتدي احط المكرونة. اقلبها الاول عشان ما تلزاش في بعض. اول ما تغلي اهدي النار على الرابع زي ما بسوي رز بالزبط. واغتي عليها واسبها لحد ما المكرونة تستوي. اه اه عبر ما تستوي هبتدي اجهز الطماطم. في نفس المقلية من غير ما احط زيت ولا اي حاجة. هحط الطماطم وهشويها في المقلية دي. اهدي النار شوية واسبها تتحمر. اه الشربة كده استوت عد عليها ربع ساعة تقريبا. المكرونة لقيتها استوت. الطماطم اتحمرت زي ما احنا شايفين. كل اللي هعمله هاضغط عليها كده. بضهر المعلقة. وطبعا اطفي النار. اه اه بعد ما طفيت النار انا غرفتها على طول. وتتقدم طبعا سخنة. لان اما بتتركن المكرونة ممكن تبوش في الشربة. اه وتعتبر وجبة كاملة لان فيها كل حاجة. زي ما احنا شايفين الطرية بسيطة وسريعة. ممكن اقل من نص ساعة نجهز الشربة. حاولوا جربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا وإلى اللقاء.